موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بحجر الإمكانات وتوفير الموارد لإيفاء بمتطلبات المواطن ومنها الكهرباء والمياه بصورة عاجلة موسيقى الجيش الوطني يحرز تقدما جديدا في جبهة محزم ماس ومصرع أكثر من ستين حثيا في جبهة المجح بمأرب الجيش الوطني يحرر منطقة الرحبة وجبل علق ويلتحم بجبهة الكدحة غرب تعز ويسيطر على مواقع جديدة في الجوف موسيقى من اللعنوين إلى التفاصيل وجه فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية الحكومة بمختلف وزاراتها وأجهزتها الخدمية على حشد الإمكانات والجهود وتوفير الموارد اللازمة للإيفاء بمتطلبات المواطن واحتياجاته المعيشية والأساسية ومنها ما يتصل بخدمات الكهرباء والمياه بصورة عاجلة جاء ذلك خلال تصالف خامة الرئيس بمحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس مؤكدا على أهمية تضافر الجهود وبذل الجهود المضاعفة والمشتركة بالتنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة وقيادة المحافظة وأجهزتها المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة والنتائج المرجوة التي يتطلع إليها المواطن من خلال توفير الخدمات وتطبيع الحياة بصورة عامة في عدن العاصمة المؤقتة لليمن لإرساء نموذج يحتذا به في باقي المحافظات وأشدد فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية على ضرورة توحيد جهود الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وكافة القوى الوطنية لمواجهة مختلف التحديات والتصدي لكل محاولات إعاقة هذه المرحلة الراهنة من تاريخ بلدنا واستكمال تنفيذ خطوات اتفاق الرياض لتوحيد الجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية وأكد فخامة الرئيس على أهمية التعاون والتكاتف والتنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية والمواطن بما يهدف لتحسين الأوضاع العامة وتعزيز اليقظة الأمنية مجددا دعمه لجهود الجميع بما يحقق تطلعات شعبنا اليمني وأهدافه المنشودة من جانبه عبر محافظ عدن عن تقديره لاتصال فخامة رئيس الجمهورية للاطلاع على مجمل الأوضاع في عدن ومنها ما يتصل بأوضاع الخدمات وانقطاعات الكهرباء وما تعانيه عدن في هذا الإطار مثمنا توجيهات فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة لاحتياجات المواطن وتوجيه بتذليلها مؤكدا على بدل قصار جهودهم في قيادة المحافظة بالتنسيق مع الحكومة لتجاوز هذه التحديات لخدمة المواطن والمجتمع شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على أهمية التركيز على نوعية وجودة التعليم العالي والحفاظ على عدم تدهر مخرجاته باعتبار التعليم أساس بناء المجتمع والدولة وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن رئاسة جامعة تعز وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس أهمية الدور المعول على الجامعات في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته وتأهيل الفرد القادر على الإبداع والابتكار والتفاعل مع مجتمعه منوها بما مثلته جامعة تعز من تجربة رائدة في خلق بيئة محبة للعلم ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى ضرورة رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأهيل والتدريب وتطوير المناهج والأسس التربوية والخطط التعليمية بمستوى عال وفق معايير الجودة والكفاءة وبما يمكن من تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات مؤكدا أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية والتعليمية وأكذا البحثية ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة وحكمة البيانات وتفعيلها بما يخدم العملية التعليمية واستمع رئيس الوزراء من وزير التعليم العالي دكتور خالد الوصابي ورئيس جامعة تعز الدكتور محمد شعيبي وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس إلى أوضاع وخطط جامعة تعز والتحديات التي تواجهها في الجوانب المالية والإدارية والأكاديمية والاحتياجات المطلوبة لتجاوزها بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك على هامش إطار زيارته لدولة قطر الشقيقة مع رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطرية الشيخ عبدالله بن ثامر الثاني بحث أليات تفعيل التعاون بين بلادنا والهلال الأحمر القطري وثمن بمبارك الخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر القطري إلى اليمن بالتعاون مع المنظمات الأممية والتي تغطي معظم المناطق اليمنية مشيدا بالجهود المبذولة في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ودعم المشاريع التنموية وأكد الوزير بن مبارك على أهمية التنسيق المباشر بين الحكومة اليمنية والهلال الأحمر القطري فيما يتصل بتنفيذ المشاريع التنموية وتقديم المزيد من الخدمات الإنسانية خاصة في مناطق الصراع والتركيز على دعم مراكز العزل والرعاية الصحية في مخيمات النازحين من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطار عن سعادته باستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الأمر الذي سيسهم في بذل مزيد من الجهود وتقديم الدعم اللازم في توفير الخدمات الإنسانية والإغاثية ليستفيد منها الشعب اليمني في كافة المناطق اليمنية استعرض وزير الخارجية وشؤون المتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك مستيدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن وتأثيراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطرق وزير الخارجية في المحاضرة التي ألقاها في الندوة التي نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمحهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات الراهنة بحضور رئيس المركز الدكتور سلطان بركات وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دولة قطر والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني الجهود السياسية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن والتحديات التي تواجهها في ظل تعنوة ميليشيات الحوثي الإنقلابية ورفضها لكافة جهود السلام واستمرارها في التصعيد العسكري في عدد من محافظات الجمهورية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية والسيطرة على المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي وأشار بن مبارك إلى أن العامل الخارجي المتمثل في إيران يشكل تحديا كبيرا لعملية السلام في بلادنا بعد أن تمكنت إيران من السيطرة على القرار الحوثي وتحويل اليمن إلى وراقة تفاوضية في خدمة أجنداتها السياسية ومشروعها التوسعي في المنطقة وقد التقى الوزير بن مبارك على هامش زيارته لمعهد الدوحة للدراسات العليا بالدكتور سلطان بركات رئيس المركز ورئيس مركز دراسات النزاع والعمل الإنسانية التابع للمعهد واطلع على التخصصات الدراسية التي ينفذها المركز في تدريس طلبة الماجستير في العلوم التطبيقية والاجتماعية وإدارة النزاع وبناء عملية السلام كما التقى بعدد من طلاب الدراسات العليا اليمنيين الدارسين هناك من جانب آخر بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة جاسم الكواري وتفعيل التعاون المشترك وتعزيز واستيناف دعم المشروعات التنموية في بلادنا مع الجهات المعنية في الحكومة واستمع الوزير بن مبارك إلى شرح عن نشاط الصندوق والمشاريع التنموية المقدمة التي يقدمها لبلادنا بتعاون مع عدد من المنظمات الأممية في قطاعات الرعاية الصحية والمياه والإصلاح البيئي وأليات العمل في الصندوق خلال هذه الفترة وشدد بن مبارك على أهمية التنسيق المشترك لاستيناف عمل لصندوق وبالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الشرعية وبما يساهم في عملية التعافي الاقتصادي مشيدا بالجهود التي بدلها الصندوق في دعم المشاريع التنموية في بلادنا ونقش الوزير بن مبارك مع المدير العام لصندوق قطر لتنمية سبل تنفيذ المشاريع التنموية التي سبق للصندوق تمويلها وأهمها صيانة وإعادة تشغيل المحطة القطرية الكهربائية في عدن وتعبيد طريق باتيس رصد ودعم مستشفى خليفة في التربة من جانبه أعرب المدير العام لصندوق قطر للتنمية عن سعادته بالتعاون المباشر مع الحكومة اليمنية مؤكدا حرص الصندوق على دعم برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي وبما يقود للتخفيف من المعاناة الإنسانية ويسهم في إنعاش برامج التنمية أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة طارئة لليمن بقيمة عشر ملايين دولار أمريكي وذلك استجابة لأزمة الغذاء في اليمن عبر برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وأضحت السفارة اليابانية لدى بلادنا في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن المنحة تهدف إلى المساعدة في تحسين الوضع في مجال الغذاء والتغذية في اليمن مشيرة إلى أن المنحة ستقدم مساعدات غذائية لنحو 552 ألف شخص وتوفير المكملات الغذائية والرعاية الطبية لحوالي 13 طفلا يعانون من سوء التغذية وأكدت الحكومة اليابانية أنها قدمت وما زالت تقدم مساعدات إنسانية لليمن مجددة مواصلة بذل الجهود بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلد اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدش على سير العمليات القتالية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة وقوات تحالف دعم الشرعية ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية في محافظة التعز واستمع الفريق المقدشي خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل إلى شرح تفصيلي حول التقدمات التي يحرزها الأبطال في مختلف جبهات محافظة التعز والمستوى القتالي والمعنوي العالي الذي يتحلى به المقاتلون البواسل الذين يرسمون أروع ملاحم الفداء والتضحية ضد مخلافات الإمامة والكهنوت ومشاريع الماضي المظلم وأحمل المقدشي قائد المحور نقل تحياته وتحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير ركن عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جميع قادة وأبطال الجيش الوطني في محور التعز عبر الوزير المقدشي عن الاعتزاز والفخر بالبطولات والتضحيات التي يرسمها الأبطال في سبيل استعادة الدولة والتصدي للمخططات التخريبية ودحر ميليشيات الإرهاب والحقد واستكمال ما تبقى من محافظة تعز وكل ذرة من التراب الوطني منوها بمواقف أبناء تعز لمساندة القوات المسلحة والتفاهم والتفافهم حول القيادة الشرعية والحيازهم الثابت للمشروع الوطني والجمهوري في مختلف المراحل والمنعطفات وشدد الفريق المقدشي على ضرورة مواصلة النضال وتجديد العزم لاستكمال معركة التحرير ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها ميليشيا الحوثي والخراب على كل المناطق والمحافظات التي لا تزال في قفضة الميليشيات وفي مقدمتها محافظة تعز التي ترتكب الميليشيات بحق أبنائها أبشع الجرائم والانتهاكات والممارسات الانتقامية مشيرا إلى أن محافظة تعز كانت من أوائل المحافظات التي قاومت المشروع الحوثي الإيراني وستظل الكتلة الصلبة لليمهورية والمكتسبات والثوابت وحاضنة للكفاح الوطني وثمن الفريق المقدشي جهود ومواقف الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في هذه المعركة العروبية المصيرية في وجه الأطماع الإيرانية العابثة من جهته عبر قائد محور تعز اللواروكن خالد فاضل عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة مؤكدا أن العمليات القتالية تمضي وفق الخطط المرسومة مجددا العهد والولاء للشعب والقيادة بالمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة مهما كانت التضحيات أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتقبت في أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة الذي تديره ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في العاصمة المختطفة صنعا والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات منهم حرقا تم دفنهم في أحد المقابر المستحدثة بشكل جماعي في ظل تكتم حوثي ومحاولات للتغطية على الجريمة وأضح معمر الإرياني في تصريح الوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن المعلومات تؤكد أن الحادثة جاءت بعد قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بحملة اعتقالات للاجئين الأفارقة من الشوارع والأسواق وتخيرهم بين الالتحاق بدورات ثقافية وعسكرية والزجبهم في جبهات القتال أو سجنهم وترحيلهم وأن اللاجئين احتجوا على سوء المعاملة في المعتقلات التي تفتقد لأبسط المعايير الإنسانية وأشار الإرياني إلى أن التقارير تؤكد مساعي ميليشيات الحوثي لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها والتقليل من أرقام الضحايا في الوقت الذي كشفت فيه المنظمة الدولية للهجرة عن تواجد تسعمائة مهاجر في مراكز للاحتجاز وأن أكثر من ثلاثمائة وخمسين تواجدوا في منطقة الحريق لحظة الاندلاع وطالب الإرياني بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة ومحسبة المتورطين فيها والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية وإطلاق جميع المحتجزين احتراما للتزامات اليمن في هذا الجانب والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة إلى بلادهم لمن يرغب أكد وزير العادل القاضي بدر عبدو العارضة أن الجمهورية اليمنية اتخذت عددا من الإجراءات منذ العام 2013 لمنع ومكافحة الجريمة والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل المتعلقة بها على كافة المستويات وبكافة الصور والأشكال وقال وزير العادل في كلمة اليمن التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية أن الحكومة اليمنية أولت اهتماما خاصا فيما يتعلق بجرائم الأحداث وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتقسم الخبرات والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأضاف أن انقلاب ميليشيا الحوثي على القيادة الشرعية المعترف بها دوليا أعاق تلك اليهود والخطوات التي حققتها بلادنا في العديد من المجالات مشيرا إلى أن حكومة الكفاءات السياسية تباشر أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف بشكل فاعل وجاد لدعم اليهود بكافة الوسائل لما من شأنه النهوض باليمن وسير به إلى بر الأمان وتكامل الجهود لمنع الجريمة وتحقيق نظام عدالة جنائية فاعل وتعزيز سيادة القانون ودعا وزير العدل المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب الميليشياوي المدعوم إيرانيا ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية من أجل منع الجرائم بجميع أشكالها وتصدي لها شارك في المؤتمر مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا السفير هيثم شجع الدين أشهد وزير التربية والتعليم طارق العكبري بجهود المرأة في الحقل التربوي والتعليمي باعتبارها شريك أساسي ورئيسي في النهوض بالواقع التربوي والتعليمي مثمنا دورها في بناء الأجيال وتنويرهم وأكد الوزير العكبري خلال ترأسه اجتماعا موسعا بالعاصمة المؤقتة عدن لقطاع تعليم الفتاة وإداراتها العامة على أهمية النهوض بواقع تعليم الفتاة وتشجيعها على أكمال جميع المراحل التعليمية كحق من حقوقها التي يجب أن تمنح لكافة الفتيات مشددا على أهمية وضع الدراسة والتقييم الحقيقي لواقع تعليم الفتاة من أجل النهوض به بصورة حقيقية تضمن معالجة أي اختلال بهذا الشأن وأكد العكبر اهتمام وزارة التربية ورعايتها المتواصلة لقطاع التعليم الفتاة والاستمرار في تحفيز المجتمع على المشاركة في معالجة القضايا والمشاكل التي تحد من تعليم الفتاة خاصة في المناطق الريفية والنائية مشددا على ضرورة الشراكة مع مختلف الجهات لدفع بالتطوير العملية التربوية والتعليمية والاهتمام بكافة الرؤى والتصورات الرامية لتحسين تعليم الفتاة حاثا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتعليم الفتاة كما عبر وزير التربية والتعليم عن تهنئته للمرأة بيومها العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام حضر وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم محمد بوحيفيح بالعاصمة الموقتة عدن اللقاء التقييمي للمسح المجتمعي لمستوى المناعة لفيروس كوفيد-19 في اللقاء جرى استعراض نتائج عمل المسح الذي استهدف ألفين شخص في مدريات دار سعد والمنصورة وصيرة وخورمكسر بالمحافظة تم فحصهم للبحث عن الأجسام المضادة التي تدل على الإصابة السابقة بكوفيد-19 وخالص البحث الذي نفذه فريق بحثي من جماعتين عدن وحضر موت بإشراف منظمة الصحة العالمية لأن 27% من إجمالي السكان قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى منها وأن النساء يشكلن أعلى نسبة في الإصابة وزير الصحة أكد أهمية البحث العلمي في استخلاص النتائج المؤدية لقرارات فاعلة مشيرا إلى أن البحث شكل نقطة انطلاقة جيدة يعول على تعميمها لبقية المحافظات وتصويب جوانب القصور فيها من جانبه عبر الدكتور أدهم رشاد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا عن أهمية اللجوء للبحث العلمي والأكاديمي لتحديد المشكلات الصحية حضر اللقاء الدكتور علي أحمد الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية والدكتور علي عبدالله الصالح مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدا ودكتور محمد السقاف عميد كلية طب الأسنان بعدا والنائب الأكاديمي للكلية دكتور خالد زين وعدد من المختصين ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق شرجبي مع محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر الأوضاع الخدمية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي بالمحافظة والجهود المبذولة من الوزارة والسلطة المحلية والمنظمات الدولية في هذا الجانب بالإضافة إلى التدهور المستمر لخزان صافر النفط والآثار البيئية والإنسانية الوخيمة حال حدوث تسريب أو انفجار الخزان وخلال اللقاء تسلم وزير المياه والبيئة من محافظة الحديدة مصفوفة احتياجات المؤسسة المحلية للمياه في المحافظة بما في ذلك الاحتياجات الضرورية في مدن الكوخة وحيس والتحيطة وكذا جهود السلطة المحلية في التعامل مع التداعيات التي خلفتها سيول والتخريب المتعمد من قبل الميليشيات لآباري وخزانة المياه وخطوط الضخ مشيرا إلى المشارع الجاري تنفيذها في مجالي المياه والصرف الصحي في ظل الارتفاع المتزايد للنازحين في المناطق المحررة إضافة إلى جوانب الدعم المطلوبة من الوزارة لمكافحة التصحر وتدوير النفايات في مدينة الخوخة وعبر الوزير الشرجبي عن تقديره للدور الفعال الذي تقوم به السلطة المحلية في مواجهة المتطلبات الخدمية المتزايدة في المحافظة مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدم للمواطنيين في المناطق المحررة وجه معالي وزير النقل عبد السلام حميد بتفعيل عمل المؤسسة المحلية للنقل البري بالعاصمة الموقاتة عدن وتشغيل الحافلات بأسعار تتناسب مع أوضاع المجتمع المعيشية وذلك خدمة للمواطنين جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم في ديوان عام الوزارة مع كل من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق ومدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري حسين العبادي حيث استمع حميد إلى شرح مفصل عن وضعية وأداء المؤسسة المحلية للنقل البري وعدد الحافلات الجاهزة للعمل وهناجر الصيانة الخاصة بحافلات المؤسسة وكذا الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيلها ووجه الوزير مدير عام المؤسسة بسرعة تشغيل الحافلات للنقل المسافرين في عدن والمحافظات المحررة وضرورة الاستفادة القصوى من تشغيل تلك الحافلات بأسعار تراعي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين كما وجه الوزير بتوفير ميزانية أولية لتشغيل الحافلات مؤكدا حرص الوزارة لتقديم كل الدعم لإعادة تفعيل عمل المؤسسة وتشغيل الحافلات وإعادة الهناجر الخاصة بصيانة الحافلات للعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وحماية لها لهذه المؤسسة الوطنية العريقة التي توقف نشاطها عقب عقد ونيف من التوقف القصري حتى انهيارها من جانبهما ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري ثمن الجهود المبذولة من قبل وزير النقل على المتابعة والإشراف الدقيق والمستمر لأوضاع قطاع النقل البري وتفقد سير العمل وتدليل الأصعاب التي تواجه هيئات ومؤسسات النقل البري ناقش معالي وزير الزراع والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله سقطري في العاصمة المؤقتة عدن مع أعضاء جمعية مصدري الأسماك والشركات العاملة في مجال التصدير وخلال اللقاء تم مناقشة الصعوبات التي يواجهها المصدرون والتحديات التي تواجههم في مجال الصادرات السمكية إلى عدد من بلدان العالم ومن أهم الصعوبات تقليص عدد الخطوط من تسعة منافذ إلى ثلاثة فقط وذلك بسبب ضعف البنية التحتية للبلد مع ارتفاع أسعار النقل وفي نهاية اللقاء عدى الوزير السقطري في حل المشاكل مع عدد من المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج بعد تغذية السوق المحلية أولا ومن جانبهم أعرب الأعضاء في جمعية مصدري الأسماك والشركات العاملة في مجال التصدير السماكي عن شكرهم لمعالي الوزير اللواء السالم السقطري للاهتمام بصادرات الأسماك للخارج مع تنظيم عملية الإجراءات القانونية اللازمة حضر اللقاء الأستاذ غازي الأحمر وأكيل وزراء لقطاع الانتاج السماكي والأستاذ أحمد عبود مدير الجودة والشؤون الفنية أعلنت قيادة التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخ باليستين وطائرة مسجرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوث الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية وأكد التحالف العربي أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستين أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط وأشار التحالف إلى أنه تم أيضا اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشي الإرهاب الحوثية تجاه مجنوب المملكة وذكر التحالف أن الميليشيات الحوثية تتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فضيعة بالقانون الدولي الإنساني وأوضح التحالف العربي أنه يتعامل بحكمة مع تجاوزات وسنتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني هذا وكانت قد توالت تالي دانات العربية والإسلامية لما تقترفه ميليشيات الحوثي من جرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في بلادنا العميد تركي المالكي أن العملية التصعيدية للميليشيات الحوثية الإنقلابية في مأرب تهدد ملايين النازحين والسكان المدنيين وأكد المالكي أن التصعيد الحوثي في مأرب يقوض كافة الجهود السياسية للمبعوث الأممي إلى اليمن ويغلق جميع الأبواب أمام الوصول إلى الحل السياسي مع الحكومة الشرعية وأضاف خلال مقابلة مع قناة العربية أن السعودية مستمرة في مساندة الجيش الوطني اليمني ورجال القبائل ودعم تقدمهم على الأرض والحفاظ على مكتسباتهم وحماية المدنيين من بطش الميليشيات مع العمل في خط موازن مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني وحول ردة الفعل السعودية على الاستهداف الحوثي للمنشآت النفطية شرق المملكة قال المالكي نحن ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية وتابع لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي للحفاظ على المدنيين ونعد لضربات موجعة ضد الميليشيات الحوثية وأضحى أن صواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثية هي إيرانية الصنع مؤكدا أن المملكة لديها القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية وقال إن القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة وشدد على أن السعودية تمتلك القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية وأشار المالكي إلى أنه لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية موضحا أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره وقال إن الميليشيات الحوثية تهدد الملاحة في البحر الأحمر وتسير على نهج القاعدة في هذا الاتجاه وعن مصادر أسلحة الحوثيين أفاد المالكي أن ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب الصواريخ الباليستية للميليشيات الحوثية قال محافظ مأرب سلطان العرادة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تشن هجوما شامدا على المحافظة من ثلاثة محاور في الوقت الذي تصد قوات الجيش الوطني المسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية تصد الهجوم وذكر المحافظ أن الحوثيين يسعون للسيطرة على المحافظة منذ 2015 لكنهم لم يتمكنوا منذ ذلك وقال العرادة أن مقاتلات التحالف العربي أحدثت فارقا في المعارك بعد أن أظهر الحوثيون تفوقا من خلال الآليات الثقيلة والمدرعة وقال أن ميليشيا الحوثي تسعى بقوة لوقف عمليات التحالف الجوية بأي طريقة بما يسمح لها بإعادة ترتيب قواتها والهجوم من جديد وأضاف العرادة أن رجال القبائل شاركوا بفاعلية خلال المعارك كما أن القوات المشتركة في الساحل الغربي وعدت بتعزيز قوات الجيش الوطني في مأرب مشيرا إلى أن تواصلا جرى مع قيادتها واتهم العرادة سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو بمشاركته الفاعلة في الحرب كونه عسكري بارز لافتا إلى أن الحوثيين ليس لديهم الإمكانيات في توظيف تقنيات الحرب في المعارك عبر إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية سيرت السلطة المحلية لأمانة العاصمة قافلة غذائية وإغاثية لأبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية الباسلة المرابطين في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رفيق السامعي قافلة غذائية وإغاثية سيرها أبناء أمانة العاصمة اليوم الثلاثة لدعم أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية الباسلة المرابطين في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب في مواجهة ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران وأوضح أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل أن هذه القافلة المقدمة من أبناء أمانة العاصمة تأتي استجابة لنداء الواجب ولدعم صمود أبطال الجيش الوطني في محافظة مأرب لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية وأكد أمين العاصمة أن أمانة العاصمة بأهلها ورجالها المخلصين سيظلون دائما سندا وعونا لإخوانهم في القوات المسلحة سنكون حونا لكم وفي مقدمة الصفوف وحتى تطهير كل شبر من أرضنا الطاهرة من دنس هذه الميليشيات القدرة وأتينا ومعنا قافلة من أبناء مقدمة من أبناء أمانة العاصمة ودعم شخصي مني أنا عشر مليون ريال وهذا يعتبر شيء رمزي لا شيء أمام التضحيات الذي قدمه هؤلاء الأبطال والذين يبدلون دماؤهم رخيصة في سبيل تحرير هذا الوطن الغالي على قلوب الجميع بدوره أوضح وكيل أمانة العاصمة رئيس القافلة محمد الجرف أن انطلاق القافلة يأتي كواجب وطني وإنساني لأبطال الجيش الوطني الذين يسطرون اليوم ملاحمة بطولية خالدة ضد ميليشيا الحوث الإرهابية أبناء أمانة العاصمة في الجبهات كلها والذين ليسوا في الجبهات يقدمون المال والغذاء ومستعدون أيضا لنشاركوا إخوانهم في هذه المرحلة الحرجة ونحن واثقون بأن النصر والجمهورية والشرعية والحرية وأن ميليشيات الحوث الإيرانية إلى زوال مهما عتوا وتجبروا ومن نصر إلا من عندهم من جانبه أوضح قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد السليم السياغي أن أبطال الجيش الوطني ورجال الأمن البواسل عازمون على تحرير واستعادة كامل تراب الوطن واستئصال ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران نقول للكل إذا كان الحوثي بيسمي هذا المعركة معركة النفس الأخير فإحنا معركتنا هي معركة قطع أنفاس الحوثي بإذن الله وستكون بإذن الله بعدها النصر إن شاء الله وحياكم الله وهلا وسهلا بالجميع يذكر أن هذه القافلة الغذائية المقدمة لأبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب تأتي بتمويل ورعاية كريمة من أمين العاصمة اللوى عبدالغني جميل لقناة عدن الفضائية رفق السامعي مأرب قال مساعد المنطقة العسكرية الثالثة لشؤون التوجيه المعنوي العميد محمد محمد المكروب أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوض للأسبوع الرابع على التوالي ملحمة وطنية خالدة على أطراف مأرب والذي تمكنوا من سحق مئات الأنساق الحوثية التي حاولت التقدم إلى مواقع الجيش الوطني من مواقع الشرف والبطولة ومن مواقع التضحية والفداء من جبهة صرواح بالتحديد أقول أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضون معركة مصيرية ويصنعون ويسطرون ملحمة وطنية عظيمة للأسبوع الرابع على التوالي وماليشيات الحوثي لا زالت تدفع بأنساقها نسك تلو نسك محاولة التقدم وتحقيق أي تقدم ميداني على الأرض لا زالت تحشد الأتباع والأنصار والماليشيات من مختلف المحافظات التي تحت سيطرتها ولكن لم يكن يخطر ببال إرلو وحاشيته في صنعاء أن هذه الأنساق ستواجه المصير المحتوم والمصير المشؤوم في هذه الجبهات لم يصل إلى مسامع إرلو وحاشيته إلا إبادة تلك الأنساق إلا إبادة تلك المجاميع إلا دفعتهم إلى محارق الموت الأمر الذي أصاب هذه الماليشيات بالصدمة مما جعلها تنزل من أعلى مستوى قيادي إلى المحافظات إلى القرى إلى المدن تجد الناس لجلب رصيد آخر من الماليشيات وتدفع بأبناء القبائل لذلك رسالتنا إلى إخواننا وأبناء المحافظات التي لا زالت تحت صيدرة الحوثي نقول لهم ماذا فعل لكم الحوثي ما الذي صنعه لكم الحوثي دفع بأبناءكم إلى محارق الموت بل إن الحوثي لم يكرمكم ولم يرأي مشاعركم ولم يرأي حرما لأبنائكم بأن يسحب جثثهم ويعتي بها إليكم لتفنوهم ترك الجثث في التباب في الصحاري في الشعاب منتناثرة وهذه الرسالة التي نوجهها لكم أن الحوثي لم يرأي حرما ولم يرأي لكم كرامة لذلك نحن ندعو ونقول أننا أرحم بكم من الحوثي لذلك ندعو باسمكم الصليب الأحمر ونقول لهم تعالوا لانتشال الجثث لانتشال الجثث التي ملأت الشعاب وملأت التباب وملأت الصحاري في كل يوم في كل يوم الحوثي لا نخفيكم أنه وهذه الرسالة نوجهها أيضا لأبناء المحافظات الحوثي يدفع بالأنساق بالعشرات بالمئات من زنابيلكم من أولادكم لانتشال جثة من جثة ما يسميهم بالقناديل لكنه أبناءكم لا يرأي لهم كرامة ولا حرمة فلذلك ننادي الصليب الأحمر أن يأتي الانتشال هذه الجثث الانتشالها من الشعاب من التباب من الصحاري ورسالتنا لإرلو وحاشيته أيضا نقول لهم الذي يحلم بدخول المعرب حيهات فوالله إنها أبعد من عين الشمس وما فكرنا في ذلك فلذلك إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة أن الله مع المؤمنين وسنردد جميعا عشت إيماني وحبي أممية ومصيري فوق درب عربية وسيبقى نبو قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية بالنسبة للأحداث التي حصلت في خلال ثلاثة الأيام الماضية لا زال الحوثي يدفع بالتعزيزات بالأنساق كعادته وكما خطط لهذه المعركة في العبدية اهتفع بأنساق كبيرة جدا خلال الثلاثة الأيام الماضية وتم إبادتها جميعا وفي جبل مراد كذلك وهناك غارات لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دمر أكثر من عدة في جبهة مراد من أربعة عطكم وعربة ويعني ناقلة شونت من ما عدى إلى وإبادة كل ما فيها من العناصر في صرواح البضولة صرواح التي حل فيها قباض الأرواح للحوثيين يعني لازالت المعارك حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة والمعارك مستمرة على أشدها والحوثي يدفع بأنساق تلو أنساق ولكن هذه الأنساق لم تلاقي إلا العبادة الجماعية والقتل والمصير والحصاد المشعوم في المشح كذلك في الكسارة العدو يحاول أن يحكي أي تقدم ميداني على الأرض لكنه لم يفلح طيران التحارف العربي كذلك شغال ويستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة ويستهدف ناقلات جند وعطكم المدفعية في هذه اللحظة وهي تضرب وتقصف مواقع الحوثيين كذلك المعركة مستمرة وأبطال الجيش الوطني صامدون في مواقعهم يعني يعشقون يعني يعشقون اللقاء العدو الحوثي فلذلك نبشر إخواننا في كل المحافظات أن معركة مارب معركة مارب هي معركة انتصار الجمهورية الثانية بإذن الله عز وجل ونهاية الحوثيين وعصابة الوصاية والملال إيران لقي أكثر من ستين عنصرا من ميليشيات الحوثي الإنقلابية الإيرانية مصرعهم وجرح آخرون بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب مأرب وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي القوات المسلحة إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجوما انتحاريا شنتهم ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة المشجح مؤكدا أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من ستة وأربعين عنصرا من الميليشيات وجرح آخرين إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد واستهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات حوثية وسقط أكثر من خمسة عشر حوثيا بين قتيل وجريح فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية طقميني وعربة مدرعة وعيار ثلاثة وعشرين بغارات استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومات الشعبية دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات مأرب المختلفة وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومات الشعبية من اقتحام عدد من المواقع الحوثية في جبهة الكسارة قوات الجيش الوطني في اقتحام تمكنت من اقتحام أوكار الميليشيات وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة يذكر أن المعارك في مأرب ما زالت متواصلة منذ أكثر من شهر حيث لقي المئات من العناصر الحوثية مسرعهم ووقع عدد كبير منهم أسرى في قبضة أبطال الجيش الوطني أعلن الجيش الوطني تحقيق تقدم جديد في المعارك الدائرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ أكثر من شهر في محافظة مأرب وذكر المركز الإعلامي القوات المسلحة أن الجيش الوطني والمقاومة كسروا هجوما للحوثي في محزم جبهة ماس شمال غرب مأرب وشنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريه إلى جانب تكبيد الميليشيات خسائر في العتاد ولفت المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العربي دمرت منصة إطلاق صواريخ للحوثي في محيط جبهة ماس شمال غرب مأرب كما استهدفت بغارات أخرى آليات وعربات أدت إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها قتل وجرح على عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانية بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم شرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف وقال قائد لواء بالمنطقة العسكرية السادسة العميد أحمد عبد الله أن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة النضود تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع عقب معارك عنيفة بين الجانبين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة وأضاف أن مقاتلات تحالف دعم شرعية نفذت عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها وأن المعارك والغارات الجوية أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وتدمير آليات تابعة لها من جانبه أفاد مصدر عسكري بأن ميليشيات الحوثي تكبدت أيضا خسائر مادية أخرى بنيران مدفعية الجيش الوطنية التي دمرت عددا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران العدو في مواقع متفرقة بالنضود وذكر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة مستهدفا آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير خمسة أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها إلى تعز حررت قوات الجيش الوطني مناطق استراتيجية في جبهات الأشروح والكدحة ومقبنة غرب المدينة بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الجيش الوطني بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي حرر الرحبة وهيجمة والأحصاب والذنبة والتحم بقوات الجيش الوطني في جبهة الكدحة والتي تمكنت بدورها من تحرير جبل علق ومناطق ومساحات شاسعة في محيط سوق الكدحة وأضاف المصدر أن المواجهات الضارية بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية تدور في هذه الأثناء لتحرير منطقة الطوير من أجل الالتقاء بقوات الجيش الوطني في جبهة مقبنة وأشار المصدر إلى أن عناصر الميليشيات لاذت بالفرار بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية دائما في تعز فقد حققت قوات الجيش الوطني انتصارات جديدة في المحافظة وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وقال مصدر العسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني خاضوا معارك عنيف ضد ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة تمكنوا خلالها من تحرير قرية القشعة ومفرق المطاحن وتبت القاعدة بعزلة القحيفة كما تمكنت من إحراز تقدم كبير غرب المحافظة وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبل الممطار الواقع في مديرية مقبنة غربية المحافظة وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني بتحريرها للجبل سيطرت ناريا على طريق منطقة الطوير وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني تواصل عملياتها باتياه منطقة الطوير والمناطق المجاورة وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر كبيرة جراء الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني غرب المحافظة شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على عدد من المواقع بمحافظة صعدة مع قلي ميليشيات الحوثي الإنقلابية وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت غارتين على مديرية الظاهر وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وأشارت المصادر إلى أن المقاتلات استهدفت أيضا بغارة منطقة علاف بمديرية سحار وأعلن التحالف العربي عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية وصفها بالموجعة ضد الميليشيات الحوثية الإنقلابية شنت قوات الجيش الوطني بالضالع قصفا مكثفا بقذائف الدبابات استهدف فيه تحركات وتحصينات حاولت الميليشيات الحوثية استحداثها أعلى جبل المصيوح شمال شرقي مديرية الحشة كما استهدفت أيضا عيارات كانت تستخدمها الميليشيات لقصف منازل المواطنين في بلدتي المشاريح وقروض شمال غربي منطقة حجر وقد تم تدمير الأهداف المعادية بدقة هذا وتشهد جبهات الضالع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي بالتزامن مع اشتداد المعارك في محافظة مأرب دكت مدفعية قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء مواقع وآليات الميليشيات الحوثية الإنقلابية وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استهدفت بقصف مدفعي مواقع وآليات حوثية في موقع المدلوب بجوهة الحازمية التابعة لمديرية الصومعة وأسفر القصف عن تدمير عربة وآليات حوثية قتل جميع من كان على متنها هذا وتواصل مقاومة البيضاء تنفيذ هجمات متواصلة وقصف على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة الحازمية وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ردت القوات المشتركة على مصادر نيران لميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت القرى السكنية بمدرية الدريهمي جنوب الحديدة وأفادت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية بقذائف مدفعية الهون الثقيلة عيار 122.82 بصورة وحشية مخلفة حالة من الخوف والهالة على دا المواطنين أضاف المصدر أن مدفعية القوات المشتركة قامت بالرد على مصادر النيران الحوثية بعد أن رصدتها بدقة محققة إصابات مباشرة في صفوف وثكنات الحوثيين وكبدتهم خسائر مادية وبشرية يشارع إلى أن ميليشيات الحوثي رفعت من وطيرة خروقاتها اليومية بحق المدنيين والهدنة الأمامية في مختلف مناطق الحديدة دون اكتراث لدعوات السلام الأمامية ورغم تفاقم الأزمة الإنسانية أصيبت امرأة بنيران الميليشيات الحوثية الإرهابية في مدينة حيس جنوب الحديدة مصادر محلية وطبية أفادت أن المواطنة زهر أحمد جمال ذو الخمسة وثلاثين عاما تعرضت للإصابة بشضايا الأسلحة الثقيلة من عيار ثلاثة وعشرين أثناء تواجدها داخل منزلها بالقرب من سوق المدينة إثر استهداف حوثي طال الأحياء السكنية أضافت المصادر أن المصابات تم إسعافها إلى النقطة الطبية التابعة لللواء السابع عمالقة في حيس لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم جرى تحويلها إلى مستشفى الخوخة الميداني لاستكمال العلاج وجاءت الجريمة الحوثية بعد يوم من ارتكاب جريمة مماثلة في ذات المدينية حيث أصيب طفل برصاص ميليشيات الحوثية ليرتفع عدد ضحايا الانتهاكات الحوثية منذ بداية يناير من العام الجري إلى أربعة وخمسين مدريا بين قتيل وجريح الآن إلى حالة التقصد درجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة ومشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اعزائي المشاهدين انتهت الاخبار عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بحجر الامكانات وتوفير الموارد للإيفاء بمتطلبات المواطنين ومنها الكهرباء والمياه بصورة عاجلة الجيش الوطني يحرز تقدما جديدا في جبهة محزم ماس ومصرع أكثر من ستين حوثيا في جبهة المشجح بمارب الجيش الوطني يحرر منطقة الرحبة وجبل علق ويلتحم بجبهة الكدحة غرب تاعز ويسيطر على مواقع جديدة في الجوف نهاية الاخبار الرئيسة من قناة عدن الفضائية في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة